عشان قبل مطلع الفاصل في كذا نقطة. النقطة الخاصة بمعلق مباراة الأمس يعني. أنا يا جماعة كواحد يسمي أمير هشام. أنا بروح أدفع فلوس زي زي أي واحد من الشعب المصري. مع القناة اللي واخد المباريات حصرية والبطولة حصرية عشان أستمتع. بخد عشان أستمتع. بأدفع الفلوس دي عشان أتفرج على المباريات وستمتع ناطش مصر واستمتع بالمعلق. سيبك يا جماعة المعلق رغم الأغلبية العظمية في مصر بمختلف انتماءاتهم يعني شايفين أنه هو حاجة صعبة جدا. ممان ما تعودتش أنا أعلق على أي حد من زمائل. سيبك من دي. بس أنا برضو يا جماعة بعد إذنكم القناة يعني لحضراتكم واخدين للمباريات حصري. أنا بعد إذنكم أحاول معلمات صحة. مش أحاول أكثر من كده. يا حتى لو أنتم صنوانين عن المعلق له. أوكي ما فيش مشكلة. بس أحاول معلمات صحة. ما يجيش يقول لك إيه؟ أصل بكاري جسامة ده. ها؟ اللي حكم مبراتق خمسة بتاعت سونداونز والأهلي. وهو فاكر أنه كده بيقصف جبهات جمهور النادي الأهلي. لا جمهور النادي الأهلي صريح جدا مع نفسه ويخسر خمسة بيقول أنا خسرت خمسة. ومن ساعتها الأهلي بيأخذ أفريقيا. من ساعتها أي بطولة في أفريقيا جوه والقرر هنا الأهلي بيأخذها. ماشي؟ وتطلع في الآخر أنه هو ماشي هو بكاري جسامة راجع معلومات ألف بي يا جماعة احتراف ماني ألف بي أنا قبل ما أدخل الحلقة هنا. بقعد أحضر كويس جدا عشان ما يطلع قدام حضراتكم أقول معلومات صحة. مش عشان أنا أطلع أقول أي كلام ومعلمات غلط. لأنه مفروض أنه عندما أسمع المعالج أنتفع منه المعالج. مع كامل الاحتراف والتقدير للجميع أنتفع منه. مش أخد أسمع معلومات خاطئة جدا ومعلمات مش صحة يعني. بكاري جسامة حكم مبارات الأهلي وصان داونز مبارات الإياب اللي كانت في القاهرة أو كانت في اسكندرية في ستبورج العرب تحديدنا وكسبناها واحد سفر. لماذا ما قلتش إن بكاري جسامة ده برضو اللي حكم مبارات الأهلي وأورلاندو بيرتز في 2013 لما خدنا بطول الدوري عبطال أفريقيا لما كسبنا اثنين سفر في المؤولين العرب. ما هو ده كان الحكم برضو. فحاجة غريبة. إحنا عايزين معلق يوحد الانتماء حوالين المنتخب حوالين اسم مصر. مش معلق يبقى حاطت في النهو الأهلي والزمالك وأنا عايزة ده وزعل ده وكلام من ده. ده كلام ما ينفعش. فهو طلب صغير للقناة الإيه المختصة اللي واخد المبارات حصري. بخلاف طبعا كاريس التحكمية بتحصل في بطولة للأسف. البطولة حتى الآن مش نجحة. لكن كل الكلام ده حنقشوا مبارات تونس ومالي اللي عليها مشاكل كتير.